مصر بين نكستين نكست يونيو ونكست السيسي في مثل هذا اليوم يتذكر المصريون يوما من أشد وأقصى وأكثر الأيام حزنا وقهرا وألما الخامس من يونيو عام 1967 يوم ضاعت فيه الأرض احتلت إسرائيل سيناء هددت أمن مصر القومي قتلت من جنود الجيش المصري ما قتلت يوم وصفه محمد حسن هيكل بيوم النكسة إذا نقص من الوطن شبر واحد فهي نكسة وإذا طالت يد الأعداء أبناء الوطن فهي نكسة وإذا هدد العدو أمنك القومي وتعد على سيادتك الوطنية وقتل أبنائك واستهدف أرضك فهذه هي النكسة وهذا ما فعلته إسرائيل في مثل هذا اليوم وهذا أيضا ما يفعله سيء الذكر في مصر ولكن في كل يوم في عهد السيسي تنازل عن تيران وصنافير باع أصول الدولة رهن قرارها السيادي لمن يدفع أكثر اقتربت إسرائيل من الحدود قتلت أبناء الجيش المصري انتهكت اتفاقية السلام تعدت على السيادة المصرية هددت الأمن القومي المصري والتقط هذا الجندي صورة لنفسه أمام مدرعة إسرائيلية وهو يجلس على السياج الحدودي بين مصر وقطاع غزة نكسة يونيو كانت بيد محتل إسرائيلي اعتبره المصريون ولا زالوا عدوا لا أمن له ولا سلم معه نكسة السيسي كانت أو هذا هو السيسي كانت بيد عسكري مصري تسلل كسرطان خبيث ثم استشرى في جسد الوطن وبات ينتقل بمصر من نكسة إلى نكسة دون احتياج لإسرائيل أو لأي عدو آخر الشعب المصري عرف أن انتصاره على نكسة يونيو لم يكن يتم إلا بالحرب اليوم لا زال الشعب المصري يبحث عن سبيل سلمي لانتصاره على نكسة السيسي علّه يكون قريبا